السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك محلي حطف معكم في أهم أخبار المنتخب الوطني وتحضيراته لمواجهة غانا يوم 17 كمان نشوف أهم أخبار لاعبينا برضو مبيل الانتقال الهلال أو المريخ ونشوف كمان الانتقالات التانية وتحضيرات الهلال والمريخ للمواجهات الإفريقية في آخر هذا الشهر قبل أن نبدأ الحلقة لا تنسى اللايك سبسكراب للقناة وتفعيل زر الجرس بدايتنا كالعادة بالمنتخب الوطني الأول اللي بيواصل تحضيراته حاليا في هذه الأيام وحيكون تمرينه الختامي في ملعب الهلال إن شاء الله حيكون غدا في تحضيرات إن شاء الله نتمنى أن تؤتي ثمارها وأكلها ضد غانا الممكن للمباررة حتكون في غاية الهمية هنا أنا جاء يتكلم عن حاجة مهمة جدا أول حاجة في البداية طبعا صلاح نمير خارج تشكيلة المنتخب أو خارج القيمة النهائية للمنتخب في المباررة القادمة وحينضم ممكن مكان وحيكون المهاجم ولا الدين مهاجم الهلال السابق حيكون هو ضمن القائمة بديلة لصلاح نمير تعزيزات هجومية بالنسبة للمنتخب إضافة نوعية لللاعب وأتمنى أنه كان يضاف لعب تانا لكن دمال وقت نحن بنتكلم فيه عن التفاصيل نتمنى أنه كل لعب انضم المنتخب الوطني يقدم لنا الحاجة لنحن محتاجة لها طيب المنتخب يمكن أو عفوا لجنة هي المنتخب الوطني مباري عقل في مؤتمر صحفي مهم جدا يتكلموا فيه عن تفاصيل المباررة الفاتحة يمكن يتكلموا عن أنه فعلا كان أداهم كويس جدا ولهم من ذلك النتيجة ما كانت بالمرة جيدة أو كويسة لأن نحن كمنتخب ينافس في هذه المجموعة ويبر فيله يتكلم برضو بثبات عالي جدا برضو يتكلم عن أنه هو كمدرب ما عنده حق مباشر بينه وبين الحكمة اللي يمكن في الواقعة الشهيرة جدا العالم كله تناقلة إنما قال الحق حق السودان بشكل عام لأنه مدرب المنتخب السوداني هو الاتهان ونظم صوتي له صوته وإن شاء الله نتمنى أنه اتحادنا ما يفرط في حق هذا المدرب ولا حق السودان في أنه مدربنا ينهان بهذه الطريقة يمكن واقعة سابقة يمكن ما حصلت قبل كده في تاريخ الرياضة في العالم بشكل عام إن شاء الله في المباراة القادمة يقدمونا الإضافة اللي احنا عايزينها على مستوى المجموعة في مباراة غانا طيب عندنا كمان من الصدقات المهمة جدا والأخبار المهمة جدا إلى اليوم برزت أخبار مهمة جدا في أنه الهلال ما استغنى أو ما يتنازل أو حتى ما رمى طوبة الغربال بالعربي كده أنه مصر على أنه يعني يتعاقد مع محمد أبد الرحمن الغربال فنيا صراحة الغربال حيضيف الهلال بشكل كبير فنيا حيضيف يعني إضافة صراحة ما بعدها إضافة مهاجم تقيل جدا مهاجم اسم على المستوى السوداني وحتى على مستوى الدوريات اللي هو لعب فيها حيكون إضافة كويسة جدا بالنسبة للهلال مهاجم أصبح صراحة ميشار له بالبنان على كل أصعدة سواء كان في الدورة الجزائري أو في الدورة السوداني نتمنى أن نشوف أن الصبقة هتكتمل ولا لا نشوف بس الغربال إن شاء الله يرسى على حتة تكون دائما هي أفضل بالنسبة له والهلال بالتأكيد ما كان مناسب جدا بالنسبة له ولو مشا كمان المولودية مولودية للجزائر ويكتمل معهم اللي هو الصدق اكتملت معهم بغادي برضو حتكون واحدة من الحاجات الكويسة جدا جدا بالنسبة له طيب عندنا كمان من الأخبار المهمة جدا برضو المريخ أضاف واحد من أهم ملاعبي محور الارتكاز في كلية المنتخب الوطني اللي هو اللاعب عمار طيفور طيفور نشوف تليه فيديوهات كثيرة جدا طيفور واحد من اللاعبين المميزين جدا 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 أنا أتمنيته يكون في واحد من أندية القيمة في السودان عشان فعلا حيشكل الإضافة اللي يمكن المريخة والهلال المحتاجية وحالية المريخ أضاف لعب مميز جدا 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 حيستفيد منه بشكل كبير في قادم الأيام والحاجة المهمة جدا يمكن لعب منتخب وطني فهو موجود في المنتخب الوطني موجود في كلية المنتخب الوطني فأعتقدون أنه ممكن إضافته أو مسألة اشتراكه أو مسألة اعتماد عليه في الفريق ممكن تكون مسألة بتاعت وقت ليس إلا فالمريخ كسب لعب كويس جدا جدا وحتشوفه براكم إفريقيا حيقدم الإضافة اللي هو محتاجيها بناء على المدربة لسه مريخ ما لقاه لغاية اليوم بيفتشه وممكن حاوله أقدمه عرض لإبراهوم إبراهوم رفضه كليا إنه قال حيستمر مع الكوماندوز مع الخرطوم الوطني وعنده قال مشروع شغال عليه مشروعه كويس جدا أضاف لعبين مهمين جدا 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 آخره ممكن شيخه من الهلال واحد من الإضافات الكويسة جدا نتكلم كمان عن المريخ إنه بعمل تحضيراته مبارح كان في ملعب نادي ووادي النيل في ضاحية بوري بالخرطوم شرق فأعتقد أنه ممكن المريخ ماشي بشكل جيد لكن حاليا الأسماء المطروحة محسن سيد برهانتية يعني نتمنى إنه وزي ما بتقول يكون فيه مدرب صراحة يعني مناسب للمباريات الإفريقية بالنسبة للمريخ ويمكن حتى في موقع خبرك بتكلم عن إنه برضو دي دي جوميز آآ يقترم المريخ المدرب ده قبل كده سبق له ودرب الإسماعيل المصري واحد من المدربين المميزين جدا اللي أنا أتمنى صراحة المدرسة الأجنبية بزات في التوقيت ده على المستوى الإفريق يمكن يعني تدي نتائج أفضل بالنسبة لآآ المريخ كمان نخش على إنه الهلال برضو بيوالي تحضيراته في مصر واليوم حيواجه القناة آآ عصرا وفيه اتجاه قوي جدا لأنه حيواجه آآ احتمال الجونة احتمال يواجه برضو آآ نادي الإسماعيل المصري آآ أندية كتيرة جدا يمكن آآ ما بقول يتقدم بطلبة مواجهة الهلال لكن بتأكيد المباريات التحضيرية بشكل عام بيكون في توافق بين الأندية عشان تقر تلعب مباريات مهمة آآ جدا آآ جدا صراحة الأخبار يمكن تكون آآ كتيرة جدا لكن دايما نحن بنحاول آآ بقدر الإمكان نأخذ لكم الأخبار المهمة جدا في هذه الفترة آآ تحديدا زي ما قلت لكم تعقيبي على الأخبار آآ بشكل عام دايما عشان نقدر يضاح ندي إضاح آآ أكتر زي ما قلت لكم صفقة القربال مهمة جدا لو تمت للهلال القربال كلاعب أنا عايز يكون في التنافس أو يكون في الطب أو يكون في مكان يخليه دايما جاهز عشان يقدر فعلا ادي على مستوى المنتخب مشاركته مع الهلال أو مع المولودية في النهاية حيشارك على المستوى الإفريقي نتكلم برضو عن إنه اللي هو اللاعب عمار طيفور إضافة كويسة جدا بالنسبة للمريخ إضافة حتى للمنتخب لأنه حيلعب على المريخ على مستوى عالي جدا إفريقيا حيكون قريب جدا من عيون آآ إداري المنتخب نتمنى أن المنتخب يكون آآ في قادم الأيام في مباراته إن شاء الله تحضراته حتكون غدا على ملعب نذهل زي ما قلتا ونشوف كيف حيحصل ضد آآ غانا وإضافة ولاء الدين الأخيرة بديلا لللاعب صلاح نمر آآ ما أعتقد أن يمكن عندنا نتاني حاجة عايزين نقولها الناس تحاول تدعم القناة بشكل عام إن شاء الله نصمر معكم في قادم الأيام زي ما قلت لكم منحضر لمحتوى مهم جدا ومحتوى ظريف جدا نحن أعجبكم إن شاء الله كلكم ويسهم في تطوير كورتنا السودانية آآ دي كانت رؤيتي لحلقة هذا اليوم شكر لكم كثيرا لحسن المتابعة إن شاء الله دائما تأمين ولا أمين شكرا